مخاوف متزايدة ورفض واسع في العراق لمشروع قانون جرائم المعلوماتية المطروح للتصويت على قبة البرلمان الحالي لما يحتويه من فقرات مفخخة تنطوي على إجراءات تسلب حرية الرأي والتعبير وتمنح السلطة صلاحيات واسعة لإصدار عقوبات تكمم الأفواه وخلال الجلسة الأخيرة التي عقدها البرلمان الأسبوع الماضي أجدت القراءة الثانية للقانون بسبب خلاف سياسي وستجرى له قراءة ثانية الأسبوع المقبل قبل أن يعرض للتصويت ناشطون وإعلاميون وأكاديميون أطلقوا وصما على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان قانون كاتم التعبير مؤكدين أن القانون وسيلة للحد من حرية التعبير والسيطرة على الرأي العام لصالح الأحزاب الحاكمة إذ يتضمن فقرات تمنع استخدام الأسماء المستعارة وغير ذلك من المحددات التي تتعلق بنشر الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي كما يمنح القانون الأجهزة الأمنية صلاحية التنصت دون أمر انقضائي ويعطي السلطات الحق في إجبال الصحفيين على الإفصاح عن كافة المعلومات المرصد العراقي للحريات الصحفية عبر عن طلقهم من تداعيات القانون في ظل ظروف سياسية واجتماعية مضطلبة يعيشها العراق مشيرا إلى أن بنود القانون تضع نصف الشعب في السجن كونه يخلط الأوراق ويجعل الكثير من الكتاب والصحفيين والمدونين في مواجهة القضاء في حال تفسير المحتوى الذي ينشر بطريقة تلائم مزاجا سياسيا معينا مع فرض غرامات وعقوبات تصل إلى السجن لمدد مختلفة مشيرا إلى أن القانون خرج من معاقبة الذين يتكبون الجرائم المتعلقة بالاتزاز الإلكتروني والتهديد والمساومات إلى مساحة خطيرة تتعلق بحرية المواطن والصحفي والكاتب وتؤكد مصادر السياسية أن هناك اتفاقا موقعا بين الكتل الكبيرة لتمرير قانون جرائم المعلوماتية خلال العام الحالي بسبب حملات التسقط التي تتعرض لها الأحزاب والشخصيات السياسية وكشف عمليات الفساد والقمع وغيرها من الفضائح لا سيما في ظل الدور الذي لعبته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل في تحشيد الشارع العراقي ضد السلطة الفاسدة خلال تظاهرات ثورة تشرين ترجمة نانسي قنقر